بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي شحنات المنتجات البترولية المستوردة وذلك لتوفير احتياجات ومتطلبات قطاع الكهرباء بما يسهم في انتظام خدمة الطيار الكهربائي خلال فترة الصيف في هذا الإطار أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تقدم مختلف صور الدعم لجهود الاستكشاف والإنتاج في مصر بجانب جذب الاستثمارات في المجالات المتنوعة التي تمتلكها وتقديم أشكال الدعم الممكنة للاستثمار الجاد للبحث عن المعدن الحيوية اللازمة وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع